انا هي اللي سحرت الاختيب دم الحيط ديالها حيث تغيرت منها انا عندي 29 عام لاليسونس في الاقتصاد عندي اخوي اكبر مني واختي صغر مني احنا من الناس اللي ما عندهم شو ما خاصهم شو عندنا العائلة كبيرة تبارك الله مني كتكون عندنا شي مناسبة كنديرها في الصيف حتى كنكون مجموعين كاملين وحتى العائلة اللي عندنا على البرا كتكون حاضرة الصيف اللي فاتس وحد العائلة من جهتنا ريحت شحمة الشاقر جاءوا للعربية باش يديروا البنتهم العرس جمعنا كاملين وكان خلق عروسة زوين وضريف و اي وحدة تتمنى اعجبني وقلت هذا هو اللي بغيت نشوطة وضحوكي وضريف وكي عيش على برا كنت كنخليها رضلية لبال مشقاب بالضحك بالناشط كنت كنشد في ماما وتهي كان طلع مرادار كتضحك محقا على البنات المهم انا تغيرت بلاصتي والسمنة العكس دياختي كانت غير سكوتية وداخلة سقراسة المهم سالة العرس كل واحد في نمشي بحياراته و انا من النهار جاءت و انا عايشة الاحلام غير بوحدة مع اخو العروسة ما كنت ملعاك زين دخلت الفيسبوك وقلبت على الكونتو دياله وليس كل نهار كنت خلال شوف تصوره احتاجت واحد صاحبتي وعودت لها كل شيء و قلت لها يا ربي طلبي معي طلبي معي يكون من النصيب ديالي قلت لي او حتى لما كانش نكونو قلت لها كيفاش قلت لي اشنوبالك اديك عند واحد شوا فدير لك القابول باش يجيوا عندكم برجليهم قلت لي للا شنو تقولي اذا كشينا ما عنيش معاك قلت لي او ميكي محقدرة غير القابولة الهبيلة دورتها فراسي قلت لي ها وخا ولكن بشرط اشي واحد ما تكون في خباره الغدلي مشينا و انا شاداني الخلعة قلت لي صاحبتي سافي غادي نرجع ناتشي معاي جبنيش قلت لي يقلسي الارض بقى ما كملت شنوية الهضرة ويتجا ادنقت ندخله دخلت لها عندها عودت لها قصتي كاملة قلت لي اعطاني اسميت الولد اعطاني واحد الحنة و قلت لي ادردريها قدامها في داركم خلصت وخرجت وفعلا ادردك شي لقلت لي دخلت للدار صفره ومندق النهار وانا كنا نحلم غير ايم تغيوش و ضقوة لنا الباب دازوا يام كثيرة لاحظت ولا خبر حتى نيز صفقة الامان حتى الواحد النهار عيطوا الماما وقالوا انا جاينا نخطبه بنتكم خيرنا ما يضي غيرنا ما كدبش عليكم مين زمعتان وانا الطائرة بالفرحة كون عندي جناح وانطردس كون نهار اللي جايين فيه ما نعود لكم اش منك يا شهيوت وش منك يا حلاوي وش منك يا بساطل لبسوا تقديت انا واختي وبقينا في البيت جمعات العائلة وانا اوليت كل مرة دخلق خرج من الكوزينة بش نسنعي شنوكاين حتى نسمع اموتا تقول فينا هي عروسنا فين خازين علينا حتى دخلت علينا هي وماما البيت وتم فين غدي تكون الصدمة مشات عند اختي وعن قطها وقالت ليها تبارك الله على عروسنا انا تهزيت بحل الحتيني من شي جبل صبرت راسي باش منعيقش وماما واختي تصدموا حيث انا هي الكبيرة ومن المفروض انا هي لانتزوج اللولة دخلت للحمام وقيت كان بكي كان بكي حتى تفشيت لانت ميت جاي خارجة وانا نسمعونك يقولوا ارها بغوص صغيرة الكبيرة دابة يجيب لارب يرزقها في بلاس اخرى كل واحد يديعلي مكتاب ليه عايطوا على اختي قالوا ليش نوبالك اختي هنا حش مات وتزنقات حدرت رأتها ودخلت للبيت وانا قلبي كيت تحرق كيفية الحقد والكره من جيت اختي قدرت راسي ممسوقاش لات شي كامل وانا قلبي معالم بي غير الله جاي عندي اختي قلت ليش نوبالك فجشي كي جاك قلت لي هاوالي بالك وزيدون ماشي شي حاجة معي تنعيب ليه فيه ووالو خشي ممسوقاش اخدوا نوامر بعضياتهم وانا وكله نهاركي هاضروا بالليل وانا كانت تحرق مكي جينيش نعز كنقا نتقلب حتى قلت هدا انا خاصني ندير شي حل لات شي كامل وهمك يوجدوا في العرص انا ممسوقاش لهم جاك ساعتقل بصاحتي قلت لها يالله معي يالديك الشوافة قت لياا عليش بغيتها احاق ليا اشوفي ياللي دارت لي احذر شي اللي تفكري منه قت ليا خلي عليك ختك في التيقار خلي راتش المكيس ينلكش قت ليا مشي سوقي قلت لك غات مشي معايا غات مشي معايا مشينا عندها قت ليا شوفي انتي لي يدرشي ليا المشاكل انتي لي تفكري منها انا ما احذرش تفكت معاك قالت لي الله يهديك سيري دبا ربي يجيب لك رزقك اجين دي لك القوبول وبعدي منختك قالت لي الله يلا انا هو اللي بغيته وبغيتك تفرقيهم قالت لي يا وخا جيب لي شي حاجة من حويجة الداخلية وتصويرته رجعت للدار وما كانوا مليهين مع العرس مده وما جابوا فيها مشيت لما كانت صابون ككونوا جامعين فالوسخ خديت لها حويجة الداخليين وانا لقحت واحد الفوطة صحية مستعملة وانا هي الزيتها وخا ما قالت لي الزيتها بلا هوير مشيت للصيبير خرجت لهم تصورهم ووديتهم معي قلت لي هاكي شدية انا اجبت لك المعلوم قالت لي كوني هانية وقلت لي ذلك شي شي كمامس وشي كتوبة وشي ما اعطت لي قلت لي الكتاب دريه لف المخدى التي كنت نعص فيها ولمان قصد تخطيه وهذه الكموسة اخزنية عندك سنقول لك اشتريه فعلا ذلك شي لقد عدرت غير وصلت دخلت البيت ودرت لها الكتاب في المسند ديك الليلة مناساتش تضربوا بجوج واللي الكامل ويكاش بكيو مخنوقة وانا مكتبش عليكم فرحانة من الداخل غير صبح الصباح وبدأت كتتقية وتجي على راسها ماما وبابا تخلعوا ولكن في الاخر قالوا كورا غير ستريس دي العرس دكش يا لاش بقوا مخاصمين ديك المودة كاملة وجانهار العرس ولكن بقي ما تفرقوش مشيت كان جري عند شوفة قلت لي درو بقي ما تفرقوش قلت لي لكموسة في ناية قلت لي ها هي قلت لي يا ديري هاليها في البيت اللي ستبديل فيه بك الشي اللي كان رجعت للدار مشيت للصالون لبست قاديت سبقتهم انلوا ولا القاعة ودرت دكشي في البيت اللي ستبديل فيه العروسة جابوهم عند الكوافورة ديري كتلابس اللبس اللوانية دارواها في العمارية وضحكوه نشطوا وتصوروه وردوها تبديل اللبسة الثانية حتى جاءت نقافة تجري جاءت عند ماما وقلت لها بنتك ما عرفت شمالها ماما وبابا يجريوا لعندها ولقواها طيحة في الارض وقتغوط بشكشها خارجين وقتعواج ذلك شيء كان يخلع أنا بقيت مصدومة كان نشوف ان ماما بنتكرة عندها سحر قلت لها فعيل السحور وقلت لجوء خدمة دياله باش للناس ما تديمة تصدع ولا صوت أختي كان مجهد كانوا معنا واحد جوجة الناس متدينة جاءوا قروا عليها غير بدتك تسنع في القرآن وبدتك تغوط وكتبكي هنا ماما اتقيقنات أنك هناك شيء تستحر بالصح بدأت هي وانك قافت كريت له في البيت حتى تلقوا ذلك الشيء اللي أنا خازناه وماما قدوش يقربوا لي وما قدوش يحلوا ويأتي أخويا قالوا أنا اللي غادي نحلها حلوا ويتشتت منها ذلك الشيء في طرف ملفوطة صحية في هذا ملحيد وعقرب صغير وذلك الشيء ما ذلك الشيء يخلع ماما بدأت كتندبوك تغوت وقالوا كانوا بغين يرزيوني في بنتي وكلت عليهم الله ووكلت عليهم الله والناس اللي كانوا تمه كلهم يقولوا حسبي الله وانيعملوا فاللي كان حلو سباب جاءت لامبيلانس دتال سباتر 6 يام ويا فيه منذ كل نهار ويكتح وكتعواج وكتغوت رجلة مشأة لبرة حيث كانت عنده الخدمة وقالوا اني بقى كل نهارك عيض بقى مبرزة من جيتها لا هو ولا عائلته فالاخر ما ما قلت لهم شوفوه هذا الشيء ما مسلكش هذا الشيء لي في بنتي غادي طوال وانا ما عمقاش ربطاكم معانا الله يسهل على كل واحد فيكم وفعلا تفرقوا واتطالقوا واللي كانت نشوف اختيوك يجيني تأني بالضامير ما كان ناس لبليل لبنهار كان مكيوم كان خليهم شي يشوفوني عيت لواحد درجة ما كتتصورش وفالاخر قررت انا نمشي نصارحهم خليتهم حتى كانوا مجموعين ماما وبابا واختي وخويا وبتليهم ما انا هي مولت هذا الشيء وانا السببب لي وصلت اختي لهذا الشيء كامل وعودت ليهم من الول فاش مشينا للعرس حتى اليوم سوف ندير لهذا الشيء ماما تصدمت اختي سدت ودنيها وهربت للبيت اخويا انا تضربني كان غيقتني كون ماما مانلي فكاتني اديت ومعندي ذلك الشيء فباش تحلينا ذلك الشيء اللي درت اولا تلقالينا حل قلت لنا ما عندي ما ندير ليكم وقلت الماما انا ركت لات بعد ملختها وندير لك القبول ده برب يجيب لك محسن منه وهي ما بغتشو اصرات وجرت علينا منذك الوقت وانا منبوضة في الدار ما كانش اللي كي حملني اخويا كيد في العليوك يقولي يا عارع لك كلمة اختي ما تستهليهاش الله يخلصك والله يخطفك الحق دنيا واخيرة عيت هزيت حويجوه هربت مشيت للعربية عن جداتي ما تسوقوش لي ما عرفوني واش مشيت ولا بقيت حتى عيطت ليهم جداتي قاتت ليهم فلا انا عندنا مكيت حتى عيت طلبت ربيشة في اختي ويسمح لي رجعت للدار طلبت منهم المسامحة فلسليهم علي رجليهم سبحوا لي ولكن غير من الفوق ممكن شليك يا دار معي ولك يدويني نستاهل اي حاجة وقعت لي نستاهل انا اللي يدرك شي كله بيدي من بعد ذلك العام المشؤوم بهاقين قاطعين لغاية ولكن الحمد لله ان اختي بدتك توقف على رجليها وبدتك ترد في صحتها بشوية بشوية صحتها اللي رديتها فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة